إجراءات قانونية اتخذت الهيات العامة للنزاهة بحق من وصفتهم بالممتنعين عن كشف دمامهم المالية من المسؤولين الحكوميين في محافظة ديالة الهيات التقت أعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحكومية وأعلنت أن ديالة تقف في مؤخرة المحافظات العراقية من حيث الاستجابة لهذا الطلب المشروع وأن ثلاثة أشخاص فقط من المسؤولين في الحكومة المحلية ومجلس المحافظة قدموا الكشفات الخاصة بالذمة المالية فيما ضمت قائمة الممتنعين كبار الشخصيات الحكومية في المحافظة بحسب الهيئة سلطة التنفيذية المحافظة ونوابة ورئيس المجلس وأعضاء وصلتنا لحد الآن بحدود ثلاثة استمارات فقط من مجلس محافظة ديالة وأنا مثل ما ذكرت أن هناك تفاوض في مجالس محافظات وصلت إلى 95% هناك 100% حققت أرسال استمارات كشف الذمة المالية وبالتالي نأخذ من نظر الاعتبار الوضع الأمني والوضع السياسي أيضا في مسألة تقديم استمارة كشف الذمة شخصيات حكومية بررت عدم تقديم كشفاتها المالية لأسباب عدة أبرزها الأوضاع السياسية في المحافظة وعدم الخبرة في كيفية ملء الاستمارة الخاصة بالكشف يجب على جميع المسؤولين تقديمها في وقت المحدد لكن ظروف المحافظة وانشغالنا ببعض المشاكل هي التي أدت إلى تأخير هذه العملية حقيقة لم أمليها لأن أجهل ملاءها وعدم تنبيهنا بأن هناك فترة محددة لملء الاستمارة كانت سنوية تجينا الاستمارة نمليها خلال ثلاثة أو أربعة يام ونعيدها لجنة النزاهة إلا أنه خلال عضويتنا بجلس المحافظة لم تردنا استمارة من لجنة النزاهة حتى نمليها ورجعها لهم نحن على أتم الاستعداد لهكذا استمارات والتعاون مع هكذا دوائر مسؤولون حكوميون أعلنوا التزامهم بتقديم استمارة الكشف ووصفوا ذلك بالواجب الإخلاقي والقانوني وطالبوا الهيئة بإجراءات أكثر حزما بحق الممتنعين أنا شخصيا للسنة الرابعة على التوالي أحرص على تقديمها بأسرع وقت لأن أعتقدها بأنه ضرورية وهي جيدة لكي تدفع الشبهات عن المسؤول هي تكون في صالح المسؤول الذي يكون بعيد على مستوى الشبهات لكن أعتقد بأنه لحد هذه اللحظة لم يتم إصدار تشريعات بمحاسبة الذين لم يقدموا اليوم لم نجد عقوبات صالمة لكثير من ثبت عليهم عمليات الفساد نجد هناك حقيقة من هرب وترك البلاد وبطريقة سليسة بعد أن كشفت هيئة النزاهة والقضاء عن تورط بعض المسؤولين اليوم حقيقة نشد على يد القضاء وهيئة النزاهة بإنزال القصاص العادل لكل من تثبت عدم نزاحته وعدم حياديته يتساءل مراقبون كيف لشخصيات حكومية أن تظهر عبر وسائل الإعلام أكثر من نجوم الإعلانات يتحدثون بوجعين عن الفساد والمفسدين وفي الخاتمة نكتشف أنهم أخفوا الذمة المالية ومثل ما قالها الكبير الراحل جعفر السعدي عجيب أمور غريب قضية من داخل مجلس محافظة الديالة العنبقي الحرة ترجمة نانسي قنقر